رجعنا إياكم أحباتي المشاهدين بعد ما شاهدنا التقرير لعروة شكراً عروة على عدد هذا التقرير وأيضاً شاهدنا هذا الفاصل حلو هذا الفاصل مو أنت تحبين هذا الفاصل هو ابنك يحب هذا الفاصل أكيد هو من الفاصل الجميل أنه حلو الروح الحماسة اللي بالملعب وحلو هذا التشجيع النظيف نقدر نقول عليه نعم هي حلاوة مبارياتنا وجمهورنا أكيد وإحنا دائماً نقول جماهيرنا نتمنى أنه تتواجد في الملعب بأغلب المباريات على الأقل مثلاً مباريات ملعب الشعب نتمنى أن كل جماهيرنا تكون حاضرة سواء مباراة زوراء أو جوية أو طلبة شرطة هذا الانديان اللي ملعبها هو ملعب الشعب نتحدث عن مباراة طلبة ونفطة وميسان اللي قراءها أنه بشكل سريع ومختصر زميننا عروة عامر الطلبة يمكن عاد لوضع الطبيعي في المباريات الأخيرة تعادل الأمام نفط ميسان نفط ميسان ليس من الفرق الهينة أو الصغيرة يقدم مستوى طيب في الموسمين الأخيرين هذا الموسم أيضاً عنده مباريات جداً قوية يعني هو متعادل مع الزوراء في الجولة السبعة عشر يجي يتعادل مع الطلبة في الجولة السبعة عشر أكيد يعني يمكن زميننا عروة عامر قرأنا أنه الجماهير الطلبة ما كانت راضية على الفريق على عكس جماهير نفط ميسان اللي خرجت فريحة يعني أنت اليوم تجي لملعب الشعب من زمان يعني الكل يعرف أن الفرق الجماهيري على ملعب الشعب هي فرق قوية يختلف أداها عن جميع الملعب في ملعب الشعب فأنت تجي تأخذ تعادل من الزوراء وتجي تأخذ تعادل من الطلبة في أسبوعين متتالين هذا أكيد إنجاز يحسب للكابتين أحمد دحام ولفريق هذا الفريق الشاب اللي دائماً نحنا نتحدث ونقول أنه الكرخ نفط ميسان نتحدث مثلاً عن أمانة بغداد نتحدث عن نادي النفط النفط اللي بدأ هذه السلسلة سلسلة الاعتماد على اللاعب الشاب الكهربائي اليوم ممكن أغلب أنديتنا هي ربضارة النافعة لأن هذه الضائقة المالية اليوم التي تمر بها الأندية خلتهم يتجهون نحو الشبابية اللاعبين ونبتعاد عن اللاعب الجاهز صاحب العقد الخيالي والاعتماد على اللاعب المحلي أحمد نقدر نقول هذا كان من الأمور المهمة خاصة أنه نفط ميسان الحد هذه المباراة كان إلى أداء مميز في الدوري لهذا الموسم بالإضافة إلى أن مباراة مع الزوراء كانت مباراة مهمة ومباراة جميلة أنه يحقق هدف ضد الزوراء يعني شيء أكيد يحسب إلى نفط ميسان فأكيد هذه الفرق هذا الموسم كان لها أداء مختلف عن الموسم السابقة الجماهير نحن متعودين عليها لكن بعض الأندية عادت من جديد إلى الدوري العراقي لكن عادت وبقوة وبجدارة وشيء مفرح أحمد أنه هذه الأندية أنه يقودوها مدربين شباب تركوا بصمة في هذه الأندية مثل الكابتن أحمد دحام أيضا كابتن عماد كثير من الأسماء لكن تركوا بصمة على هذه الأندية في هذا الموسم حتى أنه نكمل حديثنا عن الجولة طب لا تروحين نذكر بمباراة اليوم اللي رح تختم بها جولة أسماء طعش اللي هي مباراة الصناعة الكاربائية والسماوة خلين نسولوا شوي عن مباراة أخرى اللي هي مباراة القوة الجوية ونادي النفط هذه المباراة إذن كانت الجوية صالح جمهورة بهذه المباراة مع النفط جمهور الجوية شوي نوعا ما كل من أصعب الجماهير اللي ممكن أن تتعامل معهم اللاعين المدرب واللاعبين يعني حقيقة جمهور كبير قاعدة جماهيرية كبيرة جدا بالتالي صعب أن ترضى جمهور الجوية اليوم فريق تعود أن يفوز تعود على البطولات سواء خارجية وحتى المحلية فبالتالي اليوم جماهير القوة الجوية ما تقبل بالثاني تريدود دائما وأنا بوجهة نظر أن فريق القوة الجوية في كل مواسمة يبدأ بأداء تصاعدي بعد مباراة النفط أعتقد أنه صعب أنه يجي فريق يوقف القوة الجوية حتى مباراة الكلاسيك اللي راح تكون ما بين الزوراء والقوة الجوية أعتقد القوة الجوية الأقرب أنه يأخذ بها الثلاث مقاتل نعم أحمد لكن أنه نرجع ونقول أنه بهذه المباراة الجوية رجع صالح جمهورة من جديد بفوزة بهدفين مقابل هدف واحد للنفط حتى نشوف تفاصيل أكثر فيما يخص هذه المباراة دعونا ننتقل مع زميل علي منهل ومن بعدها رجع بشعار لا تنزل عن حظ النقاط دخل فريق القوة الجوية مباراته أمام النفط في الجولة السابعة عشرة من دوري الكرة المنتز وما بين الأزرق والأخضر كان تقارب كبير في قمصان الفريقين ولكن ذلك لم يقلل من تركيز اللاعبين ليتمكن محمد فيصل من اختراق دفاعات النفط بمجهود فردي إلا أن عدم التفاهم مع زميله كرار جعل من الكرة تذهب طائشة فوق المرمى هجمة كان على النفطيين الرد عليها وهو ما جاء فعلا عندما حاول بهجمة لكن لم تكن منتجة ضغط فريق النفط أربك دفاعات الجوية ليستغل من قبل محمد داود الذي وضع كرته في شباك السقور وبالهدف الوحيد خرج النفط منتصرا في النصف الأول من اللقاء في شوط المدربين دخل باسم قاسم بتكتيك جديد وما هي إلا عشر دقائق بعد صفارة الفداية ليأتي من الخلف سعد ناطق ويسجل هدف التعادل وشهدت المباراة التحاما بدنيا بين محمد داود والحرس الجوي ليغادراء الملعب متأثران بالإصابة اسلوب لعظ القوة الجوية استمر بمواصلة الضغط على المنافس حتى تمكن عماد محسن من ترجيح كفة فريقه وأرهب حماس الجمهة وفيما تبقى من المباراة لم يكن النفط مكتوف الأيدي حاول وثابر لكن لم يتمكن من تغيير لغة الأرقام فانتهى اللقاء بفوز القوة الجوية بهدفين لواحد اللي ما يستطيع أن يفوز على الجوية بهذه الظروف لا أعتقد أن يكون قادر أن يفوز فيه الظروف آخر لأنهم أنت ستلاعبين مؤثرين الأساسيين يعني اللي هم أكثر من نص الفريق نحن نعم حتى أن يوجد البديل ربما يشكل على كلامي أنه أنت عندك بدلاء نعم عندك بدلاء لكن أنت تذري أن يكون ستلاعبين نقص بكل تأكيد هم تأثر بشكل عام على التكثيك بشكل عام تأثر على الانسجان يعني أمور عديدة بصراحة خسارة قاسية بالنسبة لنا الشوط الأول يعني كنا قريبين على الانهال يعني انتهت واحد صفر يعني الحمد لله دخلنا جواء الشوط الثاني بروحية عالية لكن تفاجئنا بهداف يعني عكسية علينا صارت أهدفين أخطاء فردية الفوز رفع رسيد القوة الجوية إلى 34 نقطة مع احتفاظ بمباراتين مؤجلتين فيما تجمد رسيد النفط عند النقطة الرابعة والعشرين استطاع القوة الجوية بأن يقلب الطاولة في الشوط الثاني ليخرج بالعلامة الكاملة واختناص النقاط الثلاث من فريق النفط علي منهل العراقية الرياضية بغداد موسيقى 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 موسيقى